اشتركوا في القناة بإذن الله كده هنعمل حاجة حلوة جدا هنعمل العشورة احتفالا بالعاشر من شهر محرم وكل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الايام الحلوة دي بخير وربنا يجعل كل ايامنا خير وسعادة واحتفالات حلوة وفرحوا بيوتكم يوم عشورة تعالوا نعمل مع بعض النهاردة العشورة كل واحد وليه تكاته وليه حركاته ليه اضافات ممكن يحطها على الطبق العشورة بتاعته او اي طبق بيعمله فتعالوا نشوف النهاردة انا هقدم لكم العشورة ازاي حضري بقى لو عندك اي مكسرات عندك زبيب عندك جزهند بس عندك اي حاجة حابة ان انت تضفيها ضفيها اه ممكن تحط عليها الايس كريم ممكن تحط عليها ارفة بس ممكن بصوا دي افكار الولاد يعني انا قلت للولاد تعالوا بقى احتفلوا معي وانا بعمل مش هتحتفلوا بعد ما اعمل بس وتاكلوا خلاص تعالوا كل واحد يفكر يزين طبقه ازاي فكل واحد حاب انه هو يعمل فكرة في طبقه فعملوا اللي انتوا شايفينه ده فرحوا بيوتكم يوم عشورة وتعالوا نسمي الله ونصلي ونسلم على الرسول ونشوف هنعمل ايه اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى الله واصحابيه اجمعين انا هنا جبت الامح اه بصيت فيه كويس جدا انا بجيب طبعا اللي هو الضحى اه نضيف جدا اه وغسلته كذا غسلة كده ونقعته اه بتاع خمس ساعات خلاص نقعته بقى وخلاص كده المية بتاعته بقت زي الفل وخدته وحطيته في حل على النار وحطيت فيه مية وهسيبه يغلي على النار اول ما يغلي كده غلوتين تلاتة اه وطي النار عليه علشان يستوي على نار هادية ويفشر كده وتبقى الامحية مستوية يعني تبقى معاك مستوية شايفين انا هنا غلي غلوتين اهو اه على نار عالية عادي وبعدين هوضت عليه وسيبه لما يوصل لللي انتوا شايفينه ده خلاص شرب المية بتاعته كلها والامحية فشرت جبت بقى انا عندي ده نص كيلو اه حطي عليه السكر زي ما انت عايزة انا حطيت كوباية وحطيت معلقتين كمان طبعا بتحط السكر بتاك وبتزبطي بقى بعد ما بتحط اللبن بتزبطي وتشوفي ان كانت محتاجة سكر تاني ولا لا خلاص قلبت فيها شوية بعد ما حطيت السكر مش شوية كتير يعني تقلبتين بس كده وبعدين هنزل بقى بكمية اللبن كمية اللبن اللي انا حطيتها على النص كيلو قمح انا حطيت لترين لبن حطيت لترين لبن وحطيت كمان نص كوباية حط فيها اربع معالق او خمس معالق من اللبن البودر اي نوع انت تفضلي فانا كده عندي اتنين لتر وعندي نص كوباية للبن البودر ونص كوباية للنشا يبقى انا كده عندي اتنين لتر لبن وكوباية خلاص اتنين لتر لبن وكوباية هتطلع معاك حلوة وتطلع معاك مش يابسة تطلع معاك حلوة كده وفيها مهلبية بمعنى اصحة خلاص هنا بقى خلاص انا ضفت اللبن ضفت اللبن البودر خمس معالق لبن بودر في نص كوباية لبن او في كوباية لبن زي ما انت تحبي برضو وتطلع قوامها حلو وحطيت هنا الفانيليا طبعا بعد ما سبتها تغلي مع اللبن غلوتين تلاتة يعني علشان خاطر برضو تاخد من اللبن وتاخد من الفانيليا هنا بقى انا حطيت الضانت انا جبت اتنين عبوة ضانت واللي هما بالفانيليا ما تخافيش مش هتغير لونها ولا حاجة انتو شايفين انا حطيت الضانت اهو ولونها ابيض برضو زي ما هو ما فيهاش اي اختلاف هقلب بقى كويس انا هحط اتنين ضانت مش واحدة بس بتديكي طعم حلو وقوام حلو حبت قطري اكتر من كده حطي برضو واحدة لو حبيتي تحطي واحدة كمان لان انا عاملة كمية فلو حبيتي تحطي واحدة كمان بس انا بصراحة اكتفيت وحطيت اتنين بس اللي بيبقى فيها كده شوية كده احنا حطينا اللبن وحطينا اللبن البودر اللي هو في نص كوباية مية وحطينا الاتنين ضانت وحطيت الفانيليا هقلب بقى فيهم شوية كده لحد برضو ما يغلو غلوتين مع بعض كده وبعدين شايفين حاسين ان قوامها مسك شوية صح فنزلت بقى خلاص هي كده وصلت معايا للدرجة كويسة جدا ودرجة السوى كويسة جدا واخدت من السكر واخدت من اللبن واخدت طعم الضانت خلاص هنزلت بقى بالآ بالنشا انا حطيت تلات معالي النشا على نص كوباية لبن ودوبتهم في بعض وانزلت زي ما انتو شفتوا كده وخلاص العشورة بتاعتنا كده تعتبر جاهزة هقلب فيها شوية بقى علشان اسوي النشا برضو وبعدين نغرفها مع بعض ويا رب تعملوها وتعجبكم وكل سنة وانتم طيبين وربنا يجعل الايام الحلوة كتير في حياتنا يا رب ويسعد الناس كلها ويعمر بيوت المسلمين اجمعين فرحوا بيوتكم في يوم عشورة واعملي الاولادك ولو مش متاح عندك ان انت تعملي عشورة وممكن في حاجات كتير او ممكن ان انت تعمليها وتفرحي اولادك بيها في كتير مش بيحبوا ياكلوا الامح او مش بيحبوا ياكلوا البليلة او العشورة ممكن نستبدلها بحاجات تانية اعملي شوية شعرية بلبن اعملي اي معجنات اه مسكرة اعملي اي حاجة في افكار كتير ممكن ان انت تعمليها لو اولادك مش بيحبوا العشورة اعملي رز بلبن اعملي شعرية بلبن اعملي اه اي حاجة بيضة كده تبايد اليوم وتخليه حلوة كل سنة وانتم طيبين خلاص انا هنا اه وطيت عليها شوية كده علشان تاخد يعني تبقى برحتها يعني تستوي كده تبص تلاقي القمح من جوة مستوي وطعمه وطعمه حلو واخد من كل حاجة انت حطوها خلاص انا كده خلصت هطفي بقى عليها النار وهغرفها في الاطباق بتاعتي ونشوف هنقدمها ازاي بسم الله بصوا انا انا دي كانت فكرتي في تزيين الطبق النهاردة انت عندك مكسرات وحبة تحطيها حطي مكسرات فانا عندي اللي بيختلفه اللي بيحب الزبيب وجوز الهند ولي ما بيحبش الزبيب يعني حسب اللي عندك اعمليه وحسب اولادك وحسب زوجك وكل حبيبك اللي بيحبوه زوائي طبقك كده وزباطيه وقدمي لكل حبيبك بالفهانا وشفا وقلولي رأيكم في الكومنتات ايه رأيكم في طريقتي في تقديم العشورة ولو عملتيها بطريقتي وعجبتك برضو عرفيني في الكومنتات وان شاء الله باذن الله تعمليها وتعجبك وكل سنة وانتم طيبين هادي بقى حبيبك هادي جرانك هادي اه حبة تعمليها فعيلة بصغيرة كده وتديها للناس مسلا في اه في الشارع في المحلات في اه اه اي حد ماشي في الشارع حبة ان انت يعني تعملي كده اه فيه ولاد كتير قاعدين في الشوارع معرفوش يعني العشورة دي ممكن ان انت تعمليها وتحطيها في في حاجات بلاستيك وتدها لهم اه وكل سنة وانتم طيبين ولو اول مرة تشوفي القناة بتاعتي ياريت تشرفيني باشتراكك في القناة وكمان تفعل الجرس علشان يوصل لكل جديد واعملي لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن هسيبكم مع افكار الولاد واشوفوا الشوكم بخير وكل سنة وانتم طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت معاكم منشز اشتركوا في القناة